تحياتي وأهلا وسهلا في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى حلقتنا اليوم عن تصريح تكرر كثير من بيبي جوارديولا إنه أنا طالع بسنة 23 تلميحات واضحة يعني موضوع شبه محسوم يبدو كما أنه حيخرج ب23 في حلقة اليوم بما إنه جولي دولي وتوقف عنا وقت نحكي في هذا الموضوع براحتنا هنحكي عن زاويتين الزاوية الأولى إنه جوارديولا شو حقق مع مان سيتي ولش هو ناجح جدا والزاوية الثانية وين حيروح نبدأ بالزاوية الأولى من أكبر الأخطاء المنتشرة بين الناس إنه بيجي واحد بعلق بيقولك لا جوارديولا فشل مع مان سيتي ما جاب لهم دور الأبطال وهذا من باب إنه هو حط الهدف اللي هو بدي قيم فيه جوارديولا وقيمه عليه لكن الجميع بيعرف إنه ما في نادي كرة قدم بعين مدرب عشان لقب واحد الزمن الحديث تغير ما عاد في طريق التعيينات القديمة أصبح دائما في قائمة أهداف عديدة للمدربين وجوارديولا في مانشستر سيتي كان له عدد أهداف أولها جاء على جيل قديم كان لازم يستبدله بجيل آخر قادر يعيش لعشر سنين ثانية أو تمني سنين يعني هيك فترة وهذا الشي نجح فيه جوارديولا تماما الشي الثاني يقلق انطباع إنه سيتي صاحب أجمل وأقوى كرة قدم في إنجلترا وبالمتوسط منذ وصول جوارديولا لليوم هو خلق هذا الانطباع والشي الثالث حكينا بالوثائق اللي عملته عن سيتي فوتبولي جروب تقدر ترجعوا اللي هو زرع جينات الكرة اللي بقدمها جوارديولا في كل مجموعة سيتي فوتبولي جروب وبالتالي الفريق والمجموعة كلها بتصير أنجح واللعبين المتوفرين بصيروا للمجموعة أكثر وهذا الشي نجح فيه تماما وبتشوفوا قصة إنجازات كل يوم مع نادي من أندية سيتي فوتبولي جروب وأكيد كان فيه رغب يفوز بدور الأبطال وهذه ما تحققت والشي الخامس عملية إصلاح بشكل عام في مسألة الأكاديميات وفرقة الشباب وتأهيل اللاعبين للفريق الأول وهذه جوارديولا حقق جزء كبير منها يعني جوارديولا من خمس أهداف حقق أربعمية في المية وأكيد لو جاب دور الأبطال بتصير المسيرة الميتالية اللي ما يجي زيها في التاريخ لكن متكلم عن شخص جاب ربعية محلية ما حد جاب زيها لعب نهاي دور الأبطال خلق انطباع أنه مانشستر سيتي هو ذلك الفريق اللي بتحبش تلعب ضده وهذا الشي ناجح فيه تماماً يعني مسألة نجاح جوارديولا مع سيتي هذه محسومة ما فيش فيها أي نقاش إلا إذا واحد ما بيحب جوارديولا شخصي وبالتالي صعب تقنعه أنه يحكي أنه جوارديولا ناجح هذا انتهى الموضوع ننتقل لجزء الثاني وين ممكن نروح لجوارديولا تلميحات جوارديولا الآن دائماً منتخب كرة دولية منتخب كرة دولية وأنا أعتقد أنه هذه التلميحات هي من باب الاحترام وليس من باب الحسم شو يعني من باب الاحترام وليس من باب الحسم من باب أنه ما بصير تكون المانشستر سيتي وتقول والله أنا بشوف وين بدي أروح أدرب النادي الفلاني أو الفلاني مش حلوة وإدارة السيتي ما حتكون مرتاحة واللعبين ما حيكونوا مرتاحين بهيك تصرف بهيك كلام وبالتالي قوارديولا بيذهب لأسلوب محترف في احترام مطلق بيقول لك منتخبات وبالتالي الناس ترتاح الأرجنتين إسبانيا وهذا الكلام أنا أعتقد أنه قوارديولا حيرو على نادي وليس على منتخب ما زال عند قوارديولا كثير يعطي على مستوى الأندي وأعتقد على مستوى المنتخبات هو بيدرك تماما أنه فلسفته عشان تنزرع الفريق ممكن يكون الموضوع صعب كثير لأنه اللاعبين حيجولوا كل شهرين ثلاثة مرة عكس اللاعبين اللي بيكونوا معها كل يوم وكل لحظة في النادي فأنا بمير أنه راي على نادي الآن وين ممكن يروح؟ الألماني يخلصوا مع بايرن الإسباني يخلصوا مع برشلولا الإنجليزي يخلصوا مع مانسيتي أنا شايف أنه فيه وجهتين الإيطالي أو برشلولا روح على الإيطالي مستحيل ننسى كمية الإشاعات اللي طلعت في الماضي عن جوارديولا إلى يومنتوس والكلام كان أنه فعلا فيه تواصل وفيه شبه اتفاق ضمنه لو تعاقب مانشستر سيتي أوروبيا جوارديولا حيروح على اليوفي أنا ما زلت مؤمن أنه اليوفي مهووس في مسألة جوارديولا وما زلت مؤمن أنه ممكن يجيبه بعد سنتين من سنين أليجري الحالية هذا الشي مطروح لكن خيار المرشح والمرجح أنه يرجع على برشلولا ليش؟ الرجل فيه دمه كتالونيا وعنده رغبة أنه يظلوا دائما يعني يخدم كتالونيا على المسائل السياسية والقطاع السياسي لما يشوف التراجع اللي صار في برشلولا لما يشوف التراجع اللي صار بالمكان اللي هو كان جزء كبير من بناء الصرح العظيم تبعه مش هتكون مرتاح فيها مش هتكون سعيد وانت تشوف ذلك آه نعم الشي حيقدرك والناس تقولوا اوف شوفوا جوارديولا شو عملوا شو صار من بعده بس بنفس الوقت انت كجوارديولا مش هتحب تشوف نديك وانتماءك بهذا الشكل ثانيا علاقته بلابورتا وثالثا انه بعد سنتين برشلولا حيتحسن ماليا حيتحرر شوي وبالتالي بيكون جوارديولا قادر يرجع يبني مشروع جديد يخدم ربما حتى اهداف زي لما قيل يوما ما انه الرجل ممكن يكون عنده احلام سياسية او احلام بادارة برشلولا يوما ما كرئيس نادي او احلام سياسية في انه يكون جزء من الحكومة الكتالونية انجاز التعبير فلازم يرجع على برشلولا انا شايفة يعني كن دائما اقول افضل تعويض لرحيل ميسي عودتي جوارديولا هذا افضل تعويض وما زلت شايف انه بالتلاتة وعشرين مش هستغرب كتير لو شفت جوارديولا بيرجع على برشلولا وللعلم مسألت الترديد انه جوارديولا حيطلع بالتلاتة وعشرين انا اعتقد حتأثر عمان سيتي في الموسم اللي جاي مش هذا مش واحد وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين تاتة وعشرين لانه لو انا مكان ادارة الستي ما رح اشتري اللاعبين اللي بدهم جوارديولا لانه بديطلع بعد سنة انه ليش اشتري لك اللاعبين الان وانت عندك فلسفة خاصة واسلوب خاص ونظرة خاصة ليش اجيبهم بعدين المدرب اللي بعدك ما يعرف يستعملهم اضافة لانه اللاعبين نفسيا ومعنويا مش هكونوا بتركيز فلو كان حاسم جوارديولا امره لازم يصمت او يرحل باتنين وعشرين بشكل عام انا بالخص كلامي جوارديولا ناجح جدا مع سيتي حقق اهداف للنادي وحقق اهداف للمجموعة بالنسبة لوجهات ايجوارديولا فهي اولا برشلونة وثانيا ان ما خاب ضمي يوفنتوس بس برشلونة اولا 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 واكارر هذا الموضوع وفي النهاية بطلب منكم تعالقوا شو رأيكم بالزاويتين اللي طرحناهم بهذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة